بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل التمرين في النشر والتحديل وحل المعادلات من الدرجة الأولى الخاص للسنة الرابعة متوسط قال لتكون العبارة أ تسوي لنا خمسة إكس ناقص أربع الكل مربع ناقص إثنان إكس زائد ثلاثة الكل مربع السؤال الأول قال أنشر ثم بسط العبارة أ إذن ننطلق على بركة الله في النشر والتبسط نتابع جيدا أبناء نقطة بنقطة كي نتعلم لهذه الأشياء نتابع ها هي العبارة لو نلاحظ جيدا أبناء إلى العبارة الأولى وهي هذه نتذكر شيء واحد ألا وهو الجداء الشهير أو المتطابقة الشهيرة رقم ماذا؟ رقم إثنان ماذا تقول متطابقة الشهيرة أبنائي؟ تقول A ناقص B الكل مربع يساوي ماذا؟ يساوي لنا مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء ناقص إثنان A B هذه هي العلاقة التي علينا أبنائي بحفظها اللي هي المتطابقة الشهيرة هذه النقطة وعندنا كذلك هذا فيما يخص ماذا؟ هذا فيما يخص هذه أبنائي ثم عندنا المتطابقة الشهيرة الثانية ما هي المتطابقة الشهيرة الثانية؟ اللي هي A زائد B الكل مربع يساوي لنا A مربع اللي هي المتطابقة الشهيرة رقم واحد A مربع زائد B مربع زائد ضعف الجداء اللي هي زائد إثنان A في B هذه هي العلاقة الثانية التي عليكم بحفظها أبنائي للتخلص من هذا المشكل الآن ننطلق بالعبارة الأولى اللي هي هذه العبارة لاحظوا جيدا أبنائي هذه العبارة سوف نقوم بعملية النشر لها سوف أكيد نطبق عليها ماذا؟ سوف نطبق عليها أبنائي لاحظوا سوف نطبق عليها هذا القانون بحذافره كما سوف نلاحظ إذن ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج يساوي نطبق هذا إذن ها هو الآ هنا كم أبنائي؟ يسبح لنا خمسة مربع وهي خمسة وعشرونة والإكس لما نربع يسبح إكس مربع لاحظوا زائد زائد B مربع ها هو البي اللي هو زائد هذا أبنائي لما نربعه لا أتركوا الناقش لا دخل لكم فيه ربعوا الأربعة فقط كم؟ زائد ستة عشر ثم ناقس إثناني في ضعف الجداء ما هو ضعف الجداء؟ معنى هذا اللي هو نكتبه هنا أبنائي اللي هو خمسة إكس في ماذا أبنائي؟ في هذا العدد اللي هو البي هو هنا أربعة لاحظوا نقطة بنقطة مربع الأول زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء ناقص إثناني في A في B لاحظوا كل واحد يطابق نفسه ماذا ينتج أبنائي؟ لاحظوا ينتج يساوي خمسة وعشرون إكس مربع لاحظوا زائد ماذا؟ ستة عشر عندنا هذا في هذا كم أبنائي؟ لاحظوا لهو ناقص ثمانية ناقص ثمانية يعني أن تعطي لنا ثمانية إذن بين هذا وهذا قلنا الثمانية ثمانية تضرب كذلك مرة أخرى في خمسة تعطي لنا كم؟ تعطي لنا ناقص أربعون ماذا؟ إكس يقول أحدكم لن نفهم يا أستاذ نتابع أبنائي عندنا إثنان في خمسة كم؟ عشرة هذه العشرة التي وجدناها نعيد ضربها كذلك في الأربعة كم؟ تصبح أربعون لكن أربعون ماذا؟ أربعون إكس لأن ما زال هناك مجهول بالداخل إذن هذا فيما يخص نشر العبارة ماذا أبنائي؟ العبارة الأولى الآن سوف نتركها كما وجدناها ونأتي الآن إلى العبارة الثانية إذن بعدما أكملنا مع الجداء الشهير أو متطابق الشهيراء هذه نأتي الآن إلى الثانية ها هي أمامكم أبنائي وتابعون نقطة بنقطة حتى تعلموا إلى هذه الأشياء نأتي الآن إلى العبارة ها هي العبارة أبنائي لاحظوا نتابع ها هي أمامكم ما علينا الآن إلا إنجاز المطابقة معناه معناه سوف ها هو آ وها هو بي قاعدة ماذا تقول؟ تقول آ مربع آ مربع يعني نربع هذه القيمة ها هي أبنائي لاحظوا إثنان لما نربعها تصبح أربع والإكس لما نربعه يصبح إكس مربع زائد بي ها هو أبنائي البي ما هو البي لهو الثلاثة ثلاثة قموا بتربعي إن لم تعرفوا ذلك أبنائي استعملوا ألا الحاسبة لا عبغي ذلك ثلاثة مربع لهي تسعة زائد لاحظوا زائد عندنا هنا زائد زائد إثنان في آ ما هو الآ ها هو أبنائي نكتبه هنا الآ اللي هو إثنان إكس أركز وأرجوكم في ماذا في بي ها هو البي نكتبه هنا كذلك لهو ثلاثة يساوي ندقيق الآن أبنائي ونحذر من الحساب يعني دائما نكون على حذر من عملية الحساب تصبح لنا أربع إكس مربع نتركها كمهلية أربع إكس مربع زائد تسعة هنا لاحظوا أربع إثنان في إثنان كم أربعة هذه الأربعة التي وجدناها هنا تضرب في الثلاثة كم تصبح تصبح إثنى عشر ماذا إثنى عشر إكس إذن نكتب هنا إثنى عشر إكس ها هي أبنائي قد توصلنا إلى ذلك الآن يعني بعدما قمنا بنشر العبارة الأولى والثانية نأتي الآن بالعبارة النهائية العبارة النهائية ما هي أبنائي؟ ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذا المحور اللي هو محور الحساب نتابع لاحظا تصبح هنا هكذا الآن نكتب إيساوي العبارة الأولى ها هي أبنائي سوف نقوم بجلبها فقط ما هي؟ هي خمسة وعشرون إكس مربع سوف نرتب من الأفضل أن نرتب أن نقول الإكس مربع ثم الإكس يعني ناقص أربعون إكس ثم عندنا هذا القيمة اللي هي زائد ستة عشر ثم لا ننسى يوجد عندي هنا مشكلة هو الناقص نكتب هنا ناقص ونقوم بفتح حاضنة هكذا ونقوم بجلب هذه القيمة لماذا؟ لأن هذه القيمة أبنائي هي قيمة هذا الشيء كم تنتج؟ أربع إكس مربع نرتب زائد تسعة إثنى عشر الإكس يعني رتبت نجعل الإكس ثم الذي لا يوجد له الإكس زائد تسعة هكذا ونقوم بغلق الحاضنة لاحظوا أبنائي ماذا سوف ينتج نقطة بنقطة نتابع الآن هكذا تصبح يساوي هذا نتركه لهي خمسة وعشرون إكس مربع ناقص أربعون إكس ثم زائد ستة عشر ما علينا الآن إلا إدخال الناقص على هذا تصبح أربع إكس مربع ندخل عليه ناقص أربع إكس مربع ثم هذا الناقص يدخل هنا تصبح ناقص إثنى عشر إكس ثم هذا الناقص يدخل هنا تصبح ناقص تسعة نكمل إذن إيسر لاحظوا هنا أبنائي حتى لا تخافوا عندنا عندنا أولا عند هذه مع هذه أبنائي لاحظوا عند خمسة وعشرون إكس مربع وعند ناقص ننقص منها أربع تعالوا نكتب هكذا خمسة وعشرون ناقص أربع الكل ماذا الكل في إكس مربع يعني هذا أدخلت أخذت يعني العام المشترك فقط زائد ماذا زائد عندي هذا العدد كم وعندي هذا العدد لاحظوا عندي ناقص أربعون وعندي هنا ناقص إثنى عشر ونقوم بالغلق في إكس يعني أخذت يعني الإكس كأنما هنا العام المشترك بقي لنا العددان لهذا العدد الأعزب لهو زائد ستة عشر وبقيت لنا ناقص تسعة إذن هنا ماذا ينتج لنا أبنائي سوف ينتج لنا تساوي عندنا خمسة وعشرون ناقص أربعة كاذ تعطي لنا واحد وعشرون إكس مربع وعندنا لاحظوا ناقص أربعون مع ناقص إثنى عشر نأخذ ناقص ونجمع بينهما فقط تعطي لنا اثنان وخمسون إكس وعندنا لاحظوا ستة عشر وننقص لها تسعة أكيد سوف تعطي لنا ماذا تعطي لنا زائد سبعة هذا هو نشر وتبسيط العبارة بكل بساطة أبنائي فقط إذن هكذا العبارة الآن بعد ما أكملنا مع ذلك نأتي إلى العبارة قال حل العبارة إلى جداء كل منهما من الشكل تابعوا جيدا عندنا العبارة ها هي قال من الشكل ماذا من الشكل AX زائد B يعني عبارة من الدرجة الأولى فقط هذا هو المقصود لو ندقق أبنائي هنا ما يخطر في ذهني إلا شيء واحد إنها المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة يقول أعدكم لماذا يا أستاذ لأني أرى أن هذه الكتابة لهي A مربعة ها هو مربعة ناقص ماذا هذه إذا قلنا أنها B لاحظوا مربعة يساوي متطابقة الشهيرة يساوي A زائد B في A ناقص B هذا هو تحليل عبارة A مربع ناقص ب مربعة ركزوا أرجوكم حتى نتعلم هذه الأشياء نقطة بنقطة أبنائي لاحظوا ها هي العبارة لاحظوا جيدا الآن نطبق عليها بحذافلها نقطة بنقطة أين الـ A وأين الـ B لاحظوا جيدا أبنائي ها هو الـ A ها هو الـ A مربعة وها هو الـ B مربعة هذا كليا هذا هو الـ A مربعة وهذا هو الـ B مربع وهذا هو الناقص بينهما ماذا ماذا تصبح أبنائي لو نطبق ركز أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذه الأشياء البسيطة نتابع هنا ماذا يصبح يصبح يساوي هذا ماذا لهو خمسة X ناقص أربعة لاحظوا لاحظوا A ها هو الـ A زائد إذا نكتب هنا زائد B ها هو الـ B ليس بمربع لهو ماذا 2X زائد ثلاثة أبنائي لاحظوا هكذا في ماذا ها هي الفي إذن نكتب هنا في هكذا في A ها هو الـ A لاحظوا اللي هو خمسة X ناقص أربعة ركزوا أبنائي فقط ناقص ها هو الـ B لكن لا ننسى القوس لأن الـ B فيه عبارة طويلة جدا هكذا لا ننسى القوس ماذا يصبح 2X لاحظوا هنا يمكننا وضع القوس الأول هذا ناقص قولها 2X زائد ثلاثة ونغلق القوس ثم نغلق القوس الكلي هكذا إذن لم نفعل شيء أعيد ربما حتى تفهموا أبنائي وتتمرنوا على هذه الأشياء إذن ها هو A زائد إذن ها هو الـ A وها هو الـ A زائد B ها هو الـ B نضعه هنا في ها هو الف في A ما هو ها هو A هنا أبنائي الآن أبنائي هنا ماذا ينتج نتابع نقطة بنقطة الآن سوف نقوم بعملة نقول يساوي نفتح هنا قوس هكذا ونقول لاحظوا جيدا هنا عندنا يمكن أن ننزع الأقواس لأن هنا لا تهم أبنائي لأن الأمور جد بسيطة هكذا قد نزعت الأقواس تصبح لنا كم لاحظوا تصبح لنا 5X مع ماذا مع 2X تعطي لنا 7X وعندنا لاحظوا ناقص 4 مع 3 نأخذ إشارة الأكبر لهو الناقص 4 مع تعطينا الناقص 1 ونقوم بغلق القوس هكذا وعندنا هنا في تصبح هنا كذلك هكذا أبنائي إلا أن هنا يوجد عند ناقص ولحذف الأقواس علي أن أحذر من هنا يمكن أن نحذف الأقواس بدون أي ذرر إلا أن من هنا لاحظوا أبنائي إذن هنا الناقص سوف يؤثر معناه هنا تصبح ناقص إلا أن هنا كذلك تصبح أبنائي ناقص كما أشير هكذا لاحظوا جيدا تصبح هنا ناقص وهنا كذلك ناقص لأننا تتأثر تصبح إثناء خمسة إكس ننقص لها إثنان إكس أكيد سوف أعطي لكم ثلاثة إكس وعند ناقص أربعة مع ناقص ثلاثة لهم نفس الإشارة معنا نضع ناقص ثم نقول أربعة مع السبعة مع الثلاثة تعطي لنا السبعة ها هو تحليل يا أبنائي العبارة هي سبعة إكس ناقص واحد في ثلاثة إكس ناقص ماذا أبنائي ناقص سبعة بكل بساطة بعدما أكملنا مع عملية التحليل سوف نأتي إلى السؤال لا خير قال لاحظوا جيدا أبنائي قال حل المعادلة ما هي المعادلة أبنائي لاحظوا اللي هي سبعة لو تلاحظونها جيدا ثلاثة إكس ناقص سبعة في سبعة إكس ناقص واحد اللي هي نفسها هذا التحليل الذي توصلنا إليه لاحظوا هذا نفسه تعالوا الآن أبنائي ننطلق في عملية الحل تابعوا أرجوكم حتى تعلموا في حل معادلة من هذا النوع نتابع إذن عندنا ها هي العبارة ها هي العبارة أبنائي قال حل المعادلة من حل في ماذا تقول قاعدة تقول إذا كان عندنا جداء عددين A في B يساوي صفر فإن ماذا قاعدة تقول فإن A يساوي صفر أو B هو الذي يساوي صفر يعني هذه أمور عليكم بفهمها أبنائي ما معنى هنا أين الأ ها هو الأ يعني إما هذا يساوي صفر اللي هو ماذا نأتي هكذا ونقول إما 3X تساوي 3X ناقص 7 تساوي الصفر أو ماذا أبنائي أو العبارة الثانية اللي هي 7X ناقص 1 هي التي تساوي الصفر لاحظوا جيدا هذه هي القاعدة كيف تقول نتابع أبنائي تصبح هكذا هنا هنا هكذا وبينهم كلمة أو ما علينا الآن إلا الإكمال ننزع الأقواس وننقل هذا إلى هنا يصبح أي أي ماذا أبنائي أي أن 3X لما ننقل 7 إلى الطرف الأخر تغير إشارتها تصبح كانت ناقص 7 تصبح 7 أي ماذا بما أن هنا نقل 3 في X إذا انتقل العدد المضروف في X ينتقل إلى المقام هنا مع إشارته أي تصبح X يساوي كم أبنائي لاحظوا يصبح 7 على 3 لأن فيه طلبة كثيرة نجعلها 7 ناقص 3 لا ها هو الجواب الصحيح الآن الجواب الذي بعده نجعل هنا تساوي 0 ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح 7 X يساوي 1 أي X يساوي 1 وهذا ينقل إلى المقام على 7 ها هي مجموع حلول تلك المعادلة أبنائي ويمكن معنا أن نكتب S يساوي ماذا يساوي لنا 3 أو 1 على 7 و 7 على 3 يعني نحترم هنا الترتيب لأن 7 على 3 أكبر من 1 على 7 بكل بساطة هكذا أبنائي قد تعلمنا حل معدلات من هذا النوع يعني الأول شيء أنك تنقل هذه القيم المعلومة إلى الطرف الآخر والقيم التي تكون مضربة في X سوف تذهب إلى المقام مع إشارتها احترام الإشارة فقط وفي الأخير أتمنى قد استفدتم من هذا الشيء وزور موقع عني وصفحة ترجمة نانسي قنقر